منتخبنا القومي بفزه بالامس على المنتخب السنغالي في تصفيات كأس العالم القادمة ان شاء الله في قطر عشرين اتنين وعشرين هدف ولا اروع ولا اجمل من قرى جميلة جدا من عمر السلية تيجي على رأس مصطفى محمد تروح لمحمد صلاح بيشطى بطريقته كده تيجي في القائم وتخبط في المدافع ساليوسيس ويبقى الهدف الاول والوحيد للمنتخب المصر كده احنا الحمد لله خطينا 50% من بطاقة التأهل الى كأس العالم باذن الله القادمة وقبل ما نبدأ الحلاء ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والشير واللايك علشان يصلك كل موى جديد ان شاء الله يلا بينا نبدأ الحلاء يلا بينا بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملاكاته يصلون على النبي يا ايوا الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اهلا وسهلا بكم عزيزي المشاهدين على قناة بيبو سبورتس وبرنامج الموهوب مع بيبو النهاردة بقى نتكلم على مباراة كرة القدم للمنتخب المصري امام نظيره السنغالي وفوز مستحق للمنتخب المصري خطأ من نيران صديقة لساليوسيس للمنتخب السنغالي وفوز مهم جدا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 احنا عايزين نبقى قوة الدفع للمنتخب المصري ان شاء الله في المباراة القادمة باذن الله تعالى يوم الثلاث القادم في داكار علشان ان شاء الله نضمن بطاقة التأهل للمنتخب المصري باذن الله نقاط الضعف والقوة كلنا شفنا بالامس مباراة صعبة جدا كان بيغلب عليها طابع القوة والندية والتيكتيك والجمل اللي هي الرائعة من المنتخب المصري لكن شفنا مستوى السنغال واغلب قوام المنتخب السنغالي كله في الفرق الاوروبية والاندية الاوروبية الكبيرة علشان كده احنا كنا بنقابل منتخب بالعرب كده نقول عليه منتخب افريقيا اغلب قوام المنتخب السنغالي كان من فرق كبيرة جدا في اوروبا منهم طبعا ساد يوماني لعب ليفربول وكلوبالي وحارس المرمى ادوارد مندي افضل حارس في العالم كنا بنقابل قوة جسمانية وقدرات بدنية هائلة انا كنت بقول لأحد الاصدقاء كنت بقول لهم لعبة اتنين في واحد كان اكنه لاعب في شي اللاعب فوق وجسم باسم الله ما شاء الله كده ميكانيات جسمانية هائلة للمنتخب السنغال لكن ارادة المصريين والعزيمة والاصرار كانت هي نقطة التحول ونقطة الفوز في هذه المباراة خلينا نقول ان احنا بنسبة 60% كده ان شاء الله بطاقة التأهل بتتوقف على المباراة القادمة ان شاء الله في دكار في السنغال في تمام الساعة السابعة بتوقف خلينا نقول ايضا ان المباراة القادمة ان شاء الله للمنتخب المصري مباراة حياة او موت اكون او لا اكون هي كلمة السر للمنتخب المصري ان شاء الله في المباراة القادمة يوم الثلاث القادم باذن الله يا جماعة المنتخب المصري بقدم كورة من وجهة نظري متوسطة لكن هنحاول بقدر الامكان ان احنا كجمهور نكون احنا قوة الدفع للمنتخب المصري وهنفضل وراء المنتخب المصري باذن الله لحد ما نصعد الى كأس العالم ما عجبنش بعض القنوات الرياضية طلعة وتقيم بعض اللاعبين يقولوا محمد الشناوي تمانية من عشرة حمد فاتح تمانية من عشرة سبع من عشرة يا جماعة ما فيش وقت للكلام ده احنا مش عاوزين نكون احنا نقطة الاحباط واليأس لاغلب اللاعبين في وقت صعب بتمر به الكرة المصرية وقت الصعود لكأس العالم احنا المفروض يا جماعة ان نكون احنا قوة الدفع مش احنا اللي نعطل عجلة الدفع للمنتخب المصري المنتخب المصري محتاج كل كلمة طيبة كل كلمة فيها عزيمة واسرار وتحدي ان المصريين ان شاء الله حظهم كده دايما ان هم يتحطوا في المواقف الصعبة لكن ان شاء الله هنمر بها باذن الله تعالى وهنصعد كأس العالم ان شاء الله من هناك من السنغال الكرة المصرية في افضل حالاتها والدليل ان احنا بنناطح فرق قوامها 23 محترف في افضل الاندية الاوروبية زي منتخب السنغال لكن بصراحة منتخب السنغال بان عليه ان هو امكانياته الفنية ضعيف والدليل على كلامي ان هو بدأ يلعب الكرة من الخلف للامام القوار العالية الاديمة زي انجلطرة في الستينات بيلعب الكرة اللي هي من الخلف للامام وبالتالي كان طبعا المنتخب المصري بيعرف يتصدى لمثل هذه الكرات علشان كده ان شاء الله بنطلب من اللاعبين في الفترة القادمة في هذه المباراة التركيز الشديد التركيز الشديد في هذه المباراة 90 دقيقة ممكن يخلونا في حتة تانية في المنديال القادم ان شاء الله في قطر 2022 واتمنى من كل جمهور قرة القدم المصرية في الفترة القادمة او في الايام القليلة القادمة ان شاء الله ان هم يحاولوا يصدروا العزيمة والاصرار والتحدي للمنتخب المصري علشان ان شاء الله اللاعبة تحاول تشحن الامكانيات والقدرات البدنية العالية من خلال الفيديوهات من السوشيال ميديا والقنوات الرياضية ده دورنا جميعا ان احنا نقوم بهذا الدور مش دورنا دلوقتي ان احنا نقعد نطلع العيوب والسلبيات الكلام ده كله هنتخطع علشان كده انا في حلقة اليوم سبت تحليل المباراة مش هاد اقول المفروض ونشتغل مكان المدير الفني مصر كارلوس كروش احنا دورنا دلوقتي هنبقى ورقة الضغط والقوة للمنتخب المصري وان شاء الله المنتخب المصري في المرحلة القادمة في المباراة المهمة ان شاء الله هيعبر ان شاء الله لكأس العالم القادمة ان شاء الله وهيشرفنا ان شاء الله بقيادة افضل لعب في العالم محمد صلاح اللي عمل كرة ولا اروع ولا اجمل وجات في القائم وتسكن الشباك من خلال خطأ تيجي كده في سالوسيس مدافع فريق السنغال نتمنى ان شاء الله ان لعبتنا تكون عند حسن ظن جمهور كرة القدم باذن الله وطبعا كلنا عارفين ان مستر كارلوس كروش استدعى علي جابر واستدعى رامي ربيعة علشان الانذار اللي اخده بالامس محمود حمد الوينش والاصابة اللي اتعرض لها محمد عبد المنعم رجولة انا باعتبر ان محمد عبد المنعم من اللاعبين اصحاب الرجولة واصحاب الامكانيات والقدرات الفنية الهائلة انا من ساعة ما شفت محمد عبد المنعم وهو بينزف في الملعب قلت ان محمد عبد المنعم هيفقد نسبة كبيرة جدا من التركيز لان الخبطة جاية فيه الانف علشان كده هتسبب له صداع وقلم شديد وهتخليه مش مركز بعد هذه الاصاب علشان كده تم تغييره بياسر ابراهيم اللي عمل دور جميل جدا بعد نزوله على طول في المباراة وقام بالواجب الدفاعي خلال هذه المباراة كل الامنيات القلبية للمنتخب المصري ان احنا نشوفه في افضل حال وان احنا نصعد كاس العالم ان شاء الله في قطر 2022 وانفرح كل الجمهور المصري ان شاء الله ونستقبلهم في المطار بالورود والاحتفالات الكبيرة باذن الله وفي نهاية الحلقة ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والشير واللايك علشان يصلك كل مواجه جديد ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة